مؤسسة نصار جروب فيها معمل عالمي لاختبارات المصمار بمعدات أوروبية وبيعرضوه لضغط بيوصل لمية طن عشان يحددوا مدى قدرته على تحمل الضغوط كمان عندهم خلطة سحرية لأسلاك اللحام محدش يعرفها غيرهم بس هي تقريباً 20 مادة مخلوطة وبينتجوا منها 30 طن أسلاك اللحام في اليوم وده مصنع لوحده نستورد ليه من الأساس لما يكون عندنا مصنع بهذا الحجم؟ 22 عم تصنيع للمصمار في مصر ده بخلاف المصانع خارج هذا العمبر وبتنتج إنتاج يغطي جميع احتياجات مصر بالكامل طب نستورد ليه؟ أول حاجة عندنا مشكلة جمداً اللي احنا بننافس طجار يعني شاهزة أقول جاشعة ومش خايفة على مصلحة البلد هي عايزة مصلحاتها وبس اللي التن بس كان الأول حديد بـ 9000 جنيه و 7000 جنيه بيجيب التن و 15 بيبيعه بـ 30 بيكسبه 15000 جنيه فإحنا ما جينا دخلنا في الصناعة المكسب الربحة تلوقتي بتاع الصانع بتاع المستورد تلوقتي يعني ما يتعداش الألف ألف ونص أو ألفين جنيه إحنا بنقابع عارفين لإن إحنا عندنا علاقات قوية جداً في الصين بنعارفين هما بيجوه بكم بالزبط وبعارفين تكلفة بتاعتهم هنا بكم حتى لو بعد التكلفة اللي هما بعملوها أندر تابل بيعارفين النظام إيه؟ بنقدر برضو ربنا بيوفقنا بنزل الساعة الغاية لما هما فعلاً مش هنكسبوا يعني بدل ما تنافس شركات عالمية بتنتج المصمار وتطلع تنافسها في أسواق العالم بتحارف راجل بيستورد للبلد هنا وعمل تقفل عليها عشان تقدر أن تدروا ما جماعة إحنا عندنا صناعة وطنية مفلق وحميها ديها حقيقة فعلاً فعلاً يعني بالنفس المستورد والمستورد ده يعني مش عارف يعني عايزين رايحوا إزاي؟ الملوية تعالى وهيكسبك كمان القطاع الحكومي القطاع الحكومي يعني بيقصفني أن القطاع الحكومي بيرحوا يستورد مصميرين عندنا المصمير يعني مصمير الساعة حدي كلها عندنا وعرضنا عليهم وعندنا مصمير الساعة الحديد وإيه تاني؟ ودهنا ده لساعة كامل وزير وزير النقل طبعاً صناعة وطنية وده حقك وده تكلفات من رئيس الجمهورية تمام إيه تاني؟ إحنا عندنا كل الشعيد بالكباري دي كلها إحنا المصمير بتاعتنا يعني موافطة موصفات قدرة أنا أريد أن أقول أنك عالم الموصفات يعني في المعمل تحت الموصفات تتوشفت المعمل المعمل إحنا جايبينه مبالغ رائبة جداً عشان نعمل تيست على كل المصمير اللي يطلع أيضاً متطمنين